يا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية طيب قبل من نبتدي بس أخبارنا ونروح للميجر نعرف آخر التطورات هناك خليني أقول لحضراتكم أنه النهاردة هنعلن نتيجة التلات لعيبة اللي فازوا بأحسن لعبين في مباراة الأهلي وغزل المحلة تبقى طبعا لتصويت حضراتكم على صفحاتنا صفحة الأهلي تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة كان فيه إجمع زي ما قلت لحضراتكم على مدار الأيام الأخيرة ده البوست طبعا من خلاله حضراتكم بتقدروا تصوتوا على أو تعملوا عملية تصويت يعني على اختيار أفضل تلات لعبين وليه تلات لعبين لأنه قلنا حضراتكم التصويت مبني على نظام النقاط يعني أول أحسن لعب من وجهة نظر الجمهور بياخد تلات نقاط تاني أحسن لعب بياخد نقطتين وتالت أحسن لعب بياخد نقطة واحدة وبنبتدي إحنا هنا في السادسة إحنا وفري العمل كله بنحسب عدد النقاط اللي بياخدها اللعيبة اللي بيحصلوا على تصويت الجماهير وبنقدر نعمل معدل تراكمي نعرف خلاله أفضل لاعب للنادي الأهلي كل شهر وفي النهاية طبعا نقدر نعرف من خلال اختياراتكم على مدار السيزن كله على مدار كل مطشط النادي الأهلي من اللاعب اللي فايز بلقب أفضل لاعب حسب اختيار جماهير نادي الأهلي في مباراة الأهلي وغزل المحلة كان محمد شريف حياة باكتساح تلات نقاط وقدر إن هو يكون في المركز الأول جي وراه في المركز الثاني أيمن أشرف اللي ما كانش بعيد أبدا الحقيقة وإن كان جي في المركز الرابع في مباراة المقصة لكن قدر يحسم المركز الثاني لصالحه في مباراة غزل المحلة وفي المركز الثالث بعد منافسة شرسة مع علي معلول قدر بدر بنون إن هو يحسم المنافسة وياخد المركز الثالث كده الثلاث لعبين بالترتيب محمد شريف، أيمن أشرف وبدر بنون دول الثلاث لعبين اللي خدوا أفضل ثلاث لعبين في مباراة الأهلي وغزل المحلة الأخيرة عشان إحنا يمكن مش موجودين بكرة صارت مهم نقول للناس برضو هيبقى فيه طبعا تصويت أكيد على مباراة ثاني داب برضو اللي هتكون بكرة إن شاء الله في بداية مشوارنا بقى في أفريقيا وهيكون طبعا زي ما حضراتكم متعودين هتختاروا برضو أفضل ثلاث لعيبة في المباراة وهيتم طبعا الإعلان عنهم بعد كده أنا بس كنت عايزة أسألك أنت خلاص كده بعد ما التصويت خلص كان ده رأيك برضو أن دول أفضل ثلاث لعيبة أنا رأيي طبعا كان محمد شريف الفرقة كلها أجادت يعني بتعليف مطش الغزل كان أفضل بكتير جدا من مطش المقصة وأكتر من اللعيب ظهر بمستوى كويس جدا جدا محمد شريف كان متوهج طبعا يعني أعتقد أنه ولكن فيه يعني ناس مدية الشناوي دايما حاضر كهرباء كان موجود قبل كده كان موجود ناصر يعني طبعا يعني بس طبعا في النهاية الكفة بتميل أو الحسم بيميل حسب الأرقام العدد التصويت اللي بياخدوا كل لعب من الجمهور وكان الحقيقة فيه إجماع زي ما قلتلك وده بين من اليوم اللي فتحنا فيه التصويت للجماهير يعني بين أنه محمد شريف فيه إجماع أنه هو حي أقدم مباراة وإيسا جدا يعني حد في المباراة فعلا أقدم مباراة وإيسا كده يعني إذا سمنا بنك السادسة يعني إنجاز التعبير كده كهرباء مع 3 نقط وشريف مع 3 نقط آمن أشرف مع نقطتين السلاية مع نقطتين وبانون مع نقطة وعلي معلول مع نقطة والبقية تأتي طبعا عندنا عندنا مطشين الشهر ده وكل الاحتمالات المتاحة وكل العيب حتى لو ما دخلتش لغاية اللحظة عنده القدرة أنه هو يدخل وينافس عشان يكون أفضل لاعب في شهر ديسمبر طيب